بحضور من فنانين ومخرجين عمانيين ومشاركة منتجين شباب انطلق مهرجان مسقط السينمائي للأفلام القصيرة في دورته الأولى بعروض الطريق إلى مكة والتميز ومدرسة الإصلاح وغيرها أعمال حقيقة بالنسبة لك أفلام قصيرة 27 فيلم ما بين الوثائقي وما بين الروائي القصير وما بين التحريك تعتبر مكسب بالنسبة للجمعية وأعتقد أننا نراضي بهذا الكم مبدئيا كمهرجان أول القطعة المفقودة هو العرض الذي افتتحت به عروض المهرجان والذي يتحدث عن فقدان قطعة نادرة في إحدى الحصون التاريخية وأتبع بعروض أخرى تأتي أهمية هذا المهرجان هو افتتاح المهرجانات السينمائية في السلطنة بعد التوقف الطويل في ستين الماضيات وعادة الحياة في القانب الثقافي من خلال مهرجان السابق الذي كان مهرجان المسرحي المونيدراما المثل عماني والمهرجان الأفلام القصيرة في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية طبعا الأفلام في روائية وثائقية الوثائقيات في عدة أفلام مشاركة في هذا المهرجان لعدد من الشباب العمانيين طبعا أمانة هذا المهرجان يبشر بنواه من صناع الأفلام الوثائقية المجيدين الذين فعلا من خلال الأفكار المطروحة والمعالجة ونعيث التصوير وبعث فينا أمل كبير بأن يكون هناك جيل جديد من صناع الأفلام الوثائقية ويجذب المهرجان متابعين من المهتمين بالفن السابع لما يقدمه من متعة لمتذوق السينما مهرجان المسقطة للسينما هذا أكيد سيغطي الكثير من المشاهد اللي لازم الكل يعرفها الكل يفهمها عن عمان وعن تاريخ عمان فهذه فرصة طبعا لنا إحنا كعمانين يمكن في أماكن وفي أشياء من التاريخ ما نعرفها نحنا توصلنا وتوصل للعالم وتعمل اللجنة المنظمة على تطوير المشاركة في المهرجان بحيث يتم توسعة دائرة المشاركة لتشمل على مشاركات خارجية تسهم في تبادل المعرفة بين المنتجين العمانيين وغيرهم يعد مهرجان مسقط السينمائي الأول للأفلام القصيرة فرصة للممثلين والمنتجين لإثراء المشهد الفني والفن السابع في سلطنة عمان من مسقط يعقوب بن يوسف البلوشي موسيقى موسيقى موسيقى